عندما نتحدث عن المواطنة بمفهومة الحقيقي نجد أن هذه المواطنة تأتي من خلال أيضا ما تقدمه الدولة المملكة العربية السعودية لمواطنها تعليم الحمد لله من بداية سن التعليم وهي متوفرة وبالمجانة بشكل متميز طلاب الجامعة ما شاء الله يأخذون مكافآت ويدرسون في كافة التخصصات هناك مساواة وعدالة لكل طالب الحق أن يتميز ورعينا ابن القرية وابن الهجرة وابن البادية يتحول إلى استشاري بارع في الطب يتحول إلى مهندس في شركات ضخمة يتحول إلى قائد وزير حكومي هناك أي الفرصة المتاحة لكل إنسان أن يبرز ويعطي ويبذل ويتعلم لهذه السواسية وهذه العدالة نراها من خلال المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في القطاع الخاصة الذين تقولونها مسؤوليات كبرى من أبناء المملكة العربية السعودية في كل مكان من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الأرض إضافة إلى كما قلت الحقيقة من طريف من أقصى الشمال إلى جازان في أقصى الجنوب ومن ينبع إلى أقصى الغرب إلى الجبيل في أقصى الشرق بلد مترامي الأطراف تستطيع أن تقود سيارتك وتنتقل وتترك أسرتك في مدينة أقرى وأنت آمن مستقر يعني آخر إحصائيات المشي ليلا المشي ليلا تصنف أمنيا المملكة العربية السعودية أفضل دولة من دول العشرين اللي هم لقوا اقتصادا في الآلم من ناحية الأمنية فيما يتعلق بتصنيف المشي ليلا نحن نشوف الحقيقة المناسبات التي تقوم في المملكة الترفيه وسائل التواصل المحلات الاقتصادية الكثيرة المطاعم المقايا كلها ناس آمنة ومستقرة والله الحمد لا يوجد هناك شيء يسجل ضد مجهول